موسيقى اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحياة الحلقة دي حلقة مميزة ومتنوعة هنتكلم فيها عن الأم وعيد الأم عايزة بس قبل ما أبتدي الحلقة عايزة أقول مقدمة كده إن الأم كنز من كنوز الدنيا والآخرة ففوز بدعواتها في الدنيا يصلح الله من شأنك وفوز بالرضاها تفوز بتذكرة مجانية بدخول الجنة إن الجنة تحت أقدام الأمهات عايزة راحب النهاردة بضفتي الأستاذة ياسمين محمد صاحبة المؤسسة العالمية لخدمات النظافة هي الأستاذة ياسمين جات معنا قبل كده في برنامجنا مفاتيح السعادة اللي كنا بنقدمه قبل كده وهي ياسمين تجربة ممتازة ومتميزة فأنا للحقيقة فكرت إن هلنها تبقى معانا لأن هي تجربة نجحة فبمناسبة بقى عيد الأم كل سنة وكل أمهاتنا بخير وكل أمهاتنا طيبين وربنا يرحم الأمهات اللي توفت فاخترت الأستاذة ياسمين النهاردة عشان هي تجربة نجحة فكنا عايزين نعرف منها طبعا هي والدتها اللي يرحمها رحمة الله عليها فكنا عايزين نعرف منها دور والدتها في نجحها زيك يا أستاذة ياسمين نورتنا النهاردة مرسي ربنا خليك كل سنة والدتك طيبة في الجنة إن شاء الله وكل الأمهات بخير عايز الأول نبتدي بسؤال ولدتك توفت وانتي عندي كم سنة اسمي 13 سنة تقريب 13 سنة تفيعدادي لسه احنا لو هنسترجع بس نجحاتك كده انتي كنت بتشتغلي عاملة نظافة تمام وترقيت لا وقبل عملت نظافة برضك يعني أنا قسيت كتير برضه كنا بنبيع خضور ومش عارفة إيه يعني كذا كذا حاجة أنا عجباني صلاحتك جدا جدا يعني أنا قسيت طيب الحمد لله الحمد لله توفت وانتي عندك 13 سنة تمام بتريدي تشتغلي في السن الصغير ده ولا لا أكملت بعدها سنتين تاني تعليم وخرجت من ثالثة تعليم أنا قسيت قريبا أنا ما كملتش في دين أنا اشتغل بقى اشتغلت كذا حاجة على كذا مجال لكن المجال اللي انتي نجحتي فيه مجال النظافة ده إلى أن ربنا كرمك وكونتي شركة خاصة بيك تمام نبتدي بس الأول كده عشان نفكر الناس انتي ظهرتي معايا قبل كده في برنامج مفاتيح السعادة تمام دي أنا كلمتك وجيتي حضرت معايا عشان نتكلم عن الأم ودورها في نجاحك سواء دورها يعني عدم موجودها هل أثر فيك أو أو طبعا مش في شغلي بس أو مش في نجاحي بس عدم موجودها فمقصة معايا في كل حاجة أنا بس هسترجع بس تاريخ نجاحك عشان الناس تعرف الناس اللي نفكر الناس بتاريخ نجاحك انتي ابتديتي عاملنا في نظافة طبعا ثم مشرفة ثم سوبرفايزر سنور سوبرفايزر وبعد كده سنور سوبرفايزر وبعد كده مدير عام في الشركة جينيرال مانيجر في الشركة اللي انتي كنت شغالة فيها طبعا وبعد كده إلى أن ربنا كرمك بدعوات والدتك الله يرحمها وبقى عندك شركة خاصة بك فده نجاحك الحمد لله نقول بقى تأثير والدتك فهي مش موجودة في حياتك منه انتي عندك 13 سنة طيب تأثير والدتك هل أثر بالسلب ولا بالإجابة يعني عدم وجودها في حياتك باللي اتنين يعني أنا في حاجات بتبقى معي سلبية كتير حاجات كتير ببقى محتاجاهاك ومعي أي بنت بتتمنى أن تبقى والدتها جنبها الله يرحم يعني وجودها مهم في حيات أي بنت لأن الأم نعمة الله يرحم أوه يعني أنا ساعة كده حتى أنا موجودة هنا لوقتي بقول أنا لي موجودة تبقى والدتي معي فرحانة بوجودها معي في خطوبة لي في مناسبة في أي حاجة طب أنا في المقدمة قلت حكتين تمام قلت هي الأم وجودها سواء دعواتها في الدنيا يعني وهي عايشة تمام أو وجودها في الدنيا بدعواتها ربنا سبحانه وتعالى بيصلح حال العبد اللي والدته راضي عليه وإلى أن توفاها الله حتى وهي بعد ما توفاها الله بتبقى راضية عن ابنها أو بنتها ده بتبقى باب أو تذكرة مجانية زي ما أنا قلت لدخول الجنة فالجنة تحت أقدام الأمهات أنا عايزك بس تتوجيه لسالة لأي حد دلوقتي مزعل والدته أو والدته واغد على خطرها منه طبعا أنا عايز بس أقول حاجة مهمة جدا الأم مهما عمل الإبن فيها لا يمكن قلبها يغضب عن ابنها حتى لو زعلانة منه هي ممكن تبقى زعلانة بس لا يمكن أن هي تغضب عليه وتتمنى له حاجة وحش فأنت عايزك توجيه رسالة هنكمل حوارنا بس بعد ما توجيه رسالة لأن أنت والدتك مش موجودة وفي ناس النعمة دي في إيديها والدتهم موجودة ومزعلانهم تقول لهم إيه؟ أيا حد والدته زعلانة منه ما يروح البيت يجري لبوس رجلها ديها ورجلها يعني ما يزعلهاش ما حدش بيحس بعدها محروم منه أم دي نعمة ما بتتعوضش يعني الفرس بتتعوض الأخوة بيتعوضوا الأولاد بتتعوض كل حاجة ما عادة الأب أو الأم عمتها فالأم نعمة نعمة بجد يعني أنا أتمنى أنت بقى والدتي معي الله يرحمها هي في مكان أفضل ورب الله يرحمها سامحة يعني ودعوتك لها بالرحمة عايز بقى لإني مش كل اللي حواليك بيعوضك عنها لا طبعا ما فيش حد بيعوض عنها ليقولك أنا مكانها أنا زيها لا يعني فيش الكلم ده طيب عدم موجودها في حياتك ماشي إزاي أنت وصلت لطموحك ده أو للمكانة اللي أنت فيها دلوقتي وهي مش موجودة فما بالك وهي موجودة بقى كنت عملت إيه؟ كنت أتمنى أن أنا أفضل من كده كمان طيب عدم موجودها في حياتك ده خليك تسري ويبقى عندك عزيمة وإصرار للمنتي تبقي أحسن عشان عايزة أبقى ليه كاينة لنفسي ما عايزة مثلا إن إحنا ما عملتش حاجة لنفسي مش نكحة يبقى عندي حاجة كتير سلبية لا أنا عايزة أبقى أنا في الإيجابي مش في السلبي تمام مش مفيش حد يقدر يحل المكان والدتي طبعا لا طبعا ما بتتحلش بس أنا ربنا برضك والدي موجود والدي موجود آه ربنا يخلهون يا رب ما نحننوش منه أبدا بس مزاي الأم برضو آه ما فيش حد والدي شغال بينزل بيرجع برضو آخر النهور بتاع عاد معنا شوية أكل الأم ببع كده بينام بس إنما مزاي الأم بتبقى عطوم بتواجدها في البيت مصاحبوك بقى بتوع تتكلم معاها عايز تعاية تحضنك حاجات كتير بقى سيد محمد انت عندك إخوات صغيري؟ عندي آه لا من صغيرة قوي بنوم تفقولها سنو طيب هي انت بتحاول يتعواضيها على موجود والدتك إزاي؟ ما ببقاش نفسها حرمة من حاجة يعني ما بقى عايزة عواضها أجيب لها كل نفسها فيه مصاحبها؟ جدا ما لي صغيرة يعني ما لي صغيرها فبحاول على قد مقدر إيه؟ أبسطها على قد مقدر آه عاوزة لبسة أجيب لها محتاجة تخرج أخدها معي خرجها كل حاجة بقى طيب لو والدتك موجودة دلوقتي معنا لا مش عايز مش عايز كده طيب لو والدتك بتمنى ان انا يعني اي حد حاولينا اقول له ما تقسيش قلبك علينا لانه يعني احنا مش نقصين اكتر من كده يعني كفاية وانا اي حد ظلمني اوجيه علي انا من جواي مش مسمحي قدام ربنا حتى لو بكلمة لان يعني يتيب الام فعلا حرفيا متهان حرفيا عشان تبقى فيه مش كلام يعني لا انا عايزي بس عايزي بقى ايمانك اكبر بربنا الحمد لله ماشي وعايز عزمتك اللي انا عرفها عنك من المرة اللي فاتت تبقى اكبر من كده شوية بس يا أستاذ محمد كل شايف ان انا قوية والزيب انا لسه بقولك انا شايفي القوية لا ما انا فيها حتة هنا برضو ماشي ماشي الحتة اللي هنا مالهاش علاقة بالقوة الشخصية طبعا كلنا بنيارمين يعني وعندنا احساس بس القوة الشخصية عايزي تبقى اقوم من كده وبقدين عندي ملحوظة على موضوع مش مسمحة الظلامي ده لا انا انا رأيي ان انت تسمحيه وهو بقى عمد ربنا ان هو ده بيزلمك وده بيجي عليك عمد ربنا وده بيوجعك وعالف ان انت اصلا مكسور مكسور في كل حاجة يعني بصي بصي يعني اه افتحي نيتك لربنا كده واسيبيه على ربنا وهو عن ربنا بقى يعني انت يعني اه يعني رب العباد بيسامح يبقى احنا العباد مش هنسامح بعض فانت سيبيه يعني اه اي حد تظلم منك الله يسمحه قولي كده الله يسمحه تمام اما عن الود فقد عفونا اما عن الزم اما عن الزم فقد عفونا اما عن الود فلان يعود دي ما قلتي انا عطول بقوله يعني ممكن انا استقمح بس ايه ما فيش ود خلاص ما انت قطعت الصغة قطعت كل حاجة قطعت الكلام قطعت الصداقة الأهل يعني كله انت ما بتبقى شاير من حد بتقعد تبص بقى للي هو عمله انت ممكن تبقى حتى تتحد في مكانة عالية قوي وتلاقي ايه ده انت رفعته جمد قوي وفيه في الاخر بيهدك خلينا نرجع تاني الموضوع الأم لشان احنا دخلنا في موضوع بقر موضوع الأم تمام كلميني كده عن طفولتك وانت ازاي عشتي من غير والدتك وازاي عرفتي تتعاملي في الحياة من غير وجود والدتك يعني الأول كانت سكنة سرقان شوية يعني شايفة ان الموضوع ايه شوية وبعاية شوية مش عارفة ايه لحد ما بقيت رجلة اخدني شوية مثلا خطابت قبل كده اه فرحوانا بس لسه حاسة بنقص حاسة ان فيه حتة فيها مش كاملة في المناسبة مثلا وماما ويوتنا مش معانا في شغلي حاليا برضا طيب الله يرحمها والدتك صورتها معانا على الهوى ايه ربنا يرحمها ويجعل مسواها الجنة ويرحم كل الامهات اللي توفت ويخلي الامهات اللي موجودة وعايز اقولهم كل سلام طيبين دي والدتك معانا ايه يا امي وعندك في الجنة احلى يا رب ان شاء الله كملي كملي يا اسمي معايك يا سيد محمد انتي كنت بتتكلمي دلوقتي بتقولي انا يعني كانت سكينة سرقاكي على حد اقولك لحد وقتنا هزا انا اتمنى تراب رجليها ما اشي بس ده واقع يعني لي حقيقة حقيقة اللي معاقم بامانة والله يا جماعة يروح كل يوم كده يبص ايديها ورجليها وما يزعلاش ما يحسش بقيمتها فعلا اللي هي وحس نامش موجودة فانا يا رب يا رب يكرم كل اماتنا ويخلي الامهات لأولادها ويحافظ عليك وحاجات كتير كل الدعوة بتاعت الدنيا للامهات من جواير وبقل لي خليت سمر كل صون طيبة وربنا يخليك لينا ومن يحبش منك أبدا ويا رب دايما معايا ومع وضاني انتي كان لكي ذكريات مع والدتك الله يرحم انا ملحقتاش قوي انا مامتي كان عندها الكنزر وكاني اتعبانة فترة طويلة يعني حوالي سنتين تقريبا فكنت صغيرة عشر سنين اه عندها وارم ونروح مستشفى السرطان وش عرف ايه يعني حتى طفولتي انا معيش تهيش يعني ولا طفولة ولا انوسة ولا اي حاجة ليه لكلك انوسة انوسة ايه ربنا يخليك ربنا يخليك طب والدتك كان بتعني لك ايه وانتي في الفترة دي مامتي كانت طيبة جدا وكانت عايزة تعملنا حاجة يعني زي ما بيقوله كده تأملنا في المستقبل كانت شغالة ومع والدي وكانت بتبيحها جب اللقصات ومش عارفة ايه والكلام دا كانت مكافحة جدا طموح مكافحة يعني انتي خدت نفسها تديني حتة مستعمل خدت حتة الطموح والكفاح دي من والدتك او بصراحة طب قوليني بقى انا لاحظت حاجة مهمة جدا انتي قلتيني في الحلقة اللي فاتت اللي تلاتي معنا فيها ان انتي ماكيش موحد ولسه ايلالي دلوقتي انا طلعت من الاعدادين تمام انا شايف وانا بكلمك انه عندي قدر من الثقافة القدر دا الثقافة دي خدتيها منين جبتيها منين من زمالي ومن السغل ومن الانت من كل حاجة يعني انا بحب مثلا ما اعود مع حد من زمالي بحب بقعد استماله في اي حد وبيقولها يعني انتي بتحبي تطلعي بتحبي تعرفي او يعني مش بحب اعمل انا فاهم كل حاجة قدام صحابي انا ممكن انا بقعدة فعال انا مش فاهمة بس بحب ان انا اقضل قعدة استماله وافهم منه دا مش لازم انا اقول لك لا انا فهم وانا عارف لا ما فيش مشكلة اما اقول لك ان انا مش عارف حاجة واقعد استمع منك وافهم فانا خدت منك معلومة تمام طب ممكن اتكلم شو عم شغلك انتي عاملة شركة اسمها المؤسسة العالمية لخدمات النظاف والتوردات العمومية وكنت برضو انا عرفت في الحلقة اللي فاتت ان انتي كنت يوعدة شغل شركات كبيرة في البلد طبعا انا مش هقول لأسماء عشان ما تبقاش اعلان يعني كنت يوعدة شغل للشركات كبيرة في البلد معلش ازاي الشركات الكبيرة دي انتي لسه شركة مغمورة لسه شركة صغيرة ازاي الشركات الكبيرة دي واسقت فيكي ماشي انا طبعا انا شفت حد انا كنت شغل مع عائسة موسر بدر عندك عدد عمالة كبير قوي تحت ايدك ربنا يكريمك كمان وكمان هنتكلم على ادارتك للمنشاقة بتاعتك بس خلينا نتكلم ازاي الناس دي عفوا خدت الثقة دي فيكي وانتي شركة لسه مغمورة رغم انها شركات كبيرة في البلد استاذ بدر انا كنت شغالة معاه في شركته هو شركة خصه هو سان سيرفز وهو حاليا شغال في حسن علام شركة طبعا كبيرة ومعروفة فلما انا قلت له طلبت منه ان انا هسيب الشغل وكده وانا انا عايز اشوف اي مجال اشتغل فيه يخصيني وكده فهو ما اتأخرش عني بصراحة مشكورا فدخلني في المشترات تبحث عن علام كان اول شغل خصيني كان طبع عوستس بدري طبعا انا مشكوره جدا طيب نرجع بقى لادارتك للناس اللي شغالين معاكي في الشركة يعني انا في المرة اللي فاتت شفت حوالي معاكي اكتر من 25 شاب بتشغاليهم انت زي بنوتا كده بتعرفي تديري وتسيطري وتوجهي شغل انت فيها كذا حاجة فيها فيها ايه ترتيب يعني فيها مش عارفة فاهمك بدور الدنيا كلها يعني انا ممكن بقعدة بتكلم معاك وانا عارف انا مثلا انا هوزع الناس دي فين هوزع شغل ازاي هجيب خامات ازاي بخلص كل حاجتي وبيبقى في دماغي كذا حاجة طب يا اسمين دي مش دراسة دي ملكة او موهبة يعني صح؟ انا عند ربنا الحمد لله موهبة انا والدي بردك ذكي جد يعني ممكن يقاعك كده بتكلم معاك هو في دماغي ومئة الف حاجة تاني يعني ادارتك لمكانك ده بعيدا عن الدراسة هي موهبة يعني انت عندك موهبة في ترتيب افكارك والناس اللي حوالي بردك بتساعدني مش هتحك عليك يعني انا عشان كمان محبوب انا بتعمل مع الناس كواس جدا فبقدر سيطر على اللي قدامي ان انا لو طلبت حاجة بتتعمل ليه قوليلي ايه المواقف الصعبة اللي قابلتيها في شغلي وايه المواقف الجميلة المبهجة اللي قابلتيها في شغلي لا حاجة كتير يعني انا ممكن مثلا ديني يا مسدق اشغالة مع عميل مثلا صاحب مكان ممكن يشخط فيك جامد جدا وانا ببنوتها مثلا فبقفة كده مش عارفة رد فعلي يبقى عليها يعمل ازاي انت سعب بتشتغلي مع الناس بتوعك بايدك اكيد انا اول ما اشتغلت كتشتغلها بايدك وما زلت لحد الوقت لو في اي حاجة في الشغل باشتغلها بايدك بتنزلي مع الناس اللي شغلها معاك لا ما تكبرش على حد ممكن المحبب بالناس بتاعتي فيا او باشتغل معهم ايدك في ايديهم ده على حقيقة ده الموقف الصعب كنا بنجي فطار ونوعد كده نفطر مع بعض اللي جاب اي اكل من البيب بقى وبتاع بعض معاهم بيش فرق بيني وبينهم كلنا واحد ده الموقف الصعب الموقف بقى المبهج او الموقف اللي فيه شوية كده فن يعني لا ما عندي اكهزة موقف للناس مثلا بتاعتي ممكن في مناسبة او في عيد مثلا تلاقيهم جايبين لجأتوه وحطين لك مثلا ورد وبلدين مفاجآت بقى او المفاجآت بتاعت الناس ديت بحبها جدا طبعا حين بتبسطني من جواي حاجات كتير مثلا بيبقى ممكن تحصل لي مشكلة في الشغل وانا مش موجودة يحلوها ويزبطوه بعد ما يخلص كل حاجة يتصلوا علي احنا كان فيه واحد اتنين ترت بس احنا عملنا واحد اتنين ترت وزبطنا ده بطبسط ان الناس بتاعتي خايفة علي في شغل طيب ايه دور والدك بقى بعد وفاة والدتك ايه دور والدك في حياتك يعني والدك الوقت والدي هو كل حاجة لنا اكيد على قد ما يقدر حاول يعوضكم يعني طيب وليلي بقى حاول يعوضكم يعني من غير والدي احنا يبقى دهرنا مكسور عيف انت ما تبقى انتك انك باب كده وما تعري احنا هنبقى كده تمام اما احنا كده يعني اللي طول يلطش فينا هيعملها فمتخيل بقى ان كمان يبقى والدي مش موجود فيعني بتمنى يا رب ربنا تاول في عمره متحلمش منهم ان شاء الله انت ليه متشأمة كده من الحياة رغم ان انا شايفك فيه تغموح وفيه يعني فيه جانب جانب الشغل انا نكحة جدا فيه انا بحب الشغل جدا وعلى فكرة انا من الناس اللي ما تقعد في البيت بتتعب اه انا ما بحب شعالة البيت نهائي انا لو قعدت في البيت اعيا يعني انا بحب ان انا كل يوم انزل اشوف شغلي اه اشوف اي مصلحة اي حاجة المهم ان انا لازم انزل بالبيت انا ما انا قعدت كم يوم في البيت انا بتعب ما عارب شعالة في البيت في جانب الشغل انا جد شوي انما كان حياة شخصية ويجعل حياتك الشخصية نكحة كده زي شغلك أتمنى قوليلي بقى اسمين ذكراتك مع مامتك أنت قلت لي أنا مش فاكرها قوي بس أكيد يعني أنت عشر سنين يعني فاكرة بعض حاجات أوه كنت صغنانة كده وكنت أحب مثلا أروأ معها وعمل لها أي حاجة مثلا أصبر لها الموعين وكده فكانت مامتي نضيفها جدا 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 فلو عملت لها حاجة مش عاقبية كنت أخدت الحاجة تم رمياني بيها إيه يا ماما في إيه مش كده كنت بحب شوية حاجات كده كتابت أنا بحبها كلها بطبسط جدا ما حد يقولي أنت الله ده اللي خليف ما ماشي أنت شبهها قوي حاجات كتير كتير بعدين أنا فيها كتير منها فبطبسط طيب قولي لي يا سمين معلش افتراضا يعني لو ماما موجودة معي كدلوقتي تفكر يجيبينها هدائعي أخلى حاجة في الدنيا أخلى حاجة ممكن يأتوا بقى لأ سيبك من هي عايزها يعني أنت عايزة جيلي أجيب لها الدنيا بحلها كده وحطت تحت رجلها ما هو الدنيا دي صعبة علينا شوية بس قولي لي حاجة ملموسة يعني هجيب لها مسلا ورد هجيب لها لبدوب هجيب لها عباية هجيب لها تير مش هتحك عليك أنا عشان برضو كنت صغيرة ما مكنش في القصة بجيب لها حاجة بس أتمنى لو هي موجودة لوقتي بجد هبقى نفسي أعرف هي بتحب إيه أكتر حاجة عشان أقبالها يعني أنا عاملة إسمها هو الدهب لإني والدتك بتحب الدهب جد وحطها في السنسرة بتاعتي يعني أنا برضا اطلع بحب الدهب زي أنا يعني موازم حكيت لي بتحبها تقريبا لأنا فيها منها ممتك تحب اللبس تحب الشيكة بتحب الدهب بتحب حاجة كتير فأنا واخدأ منها كتير رحمة الله عليه أنا عايزك بس تتوجه لها كلمة ويا في الجنة دلوقتي وتوجه لها دعوة يعني ادعي لها دعوة كده وهي في الجنة وقلي لها كلمة أنت عايزة تقولي هذا ربنا يسامحك ويخفلك يا أمي وجنة فأنا تحت رجلك وانت من الجنة انت من الناس اللي في الجنة بجد ولا من غيرك ولا حاجة اقسم بالله من غيرك ولا حاجة وكنت أتمنى تبقي معايا هي الدنيا احنا بنعيشها مرة واحدة وكنت أتمنى أن في المرة دي تبقي موجودة معايا نشاط اللي عمنا كده من غيرك طيب أنا يا رب دعويتك توصلها ان شاء الله وربنا يسمع منك ويحقق لك دعويتك ربنا يرحمها ويرحم أمهاتنا جميعا لتوفه ويخلي أمهاتنا تعيشين وعايز بالمناسبة دي أقول لولدتي كل سنة وانتي بألف سحة وألف سعادة يا أمي وطبعا العماتي والخلاتي وامهات صحابي وكل الأمهات في مصر كل سنة من طيبين وبصحة وإحنا زي ما قالت ياسمين كده إحنا من غيرك وما نسواش وربنا يخليكوا لينا ودعواتكوا لينا هي هي يعني ميسرنا أمورنا فعلاً أنا دعوة أمي لي ربنا يا رب بيسمحها منها وبيفتح لي الأبواب فعلاً المقفولة قدامي كل سنة من طيبين كل سنة من طيبة يا أمي عايز أشكر ياسمين جداً وعايز أقول مشاعرها دي طبعاً يعني مؤثرة جداً فينا ربنا يرحم مامتها ويرحم أمهات المسلمين وامهات المسيحيين جميعاً كانت حلقة مؤثرة شوية أو فقرة مؤثرة شوية هي فقرة الجنة تحت أقدام الأمهات كل سنة وكل الأمهات بخير ونطلع فاصل ونجيلكوا في الفقرة اللي جاية إن شاء الله